اشتركوا في القناة ما أعرف من أول جلسة البرلمان وما جرى بها من أحداث وصولاً لحرب المثالث والناس إدهى على قلبها لأن غير ممكن قيام دولة عصرية من دون عملية سياسية قائمة على مشروع وطن لكن المشاريع القائمة حالياً هي التوافق والتأجيل هذا الموضوع خلانا ندخل بدوامة المدد الدستورية وإمكانية خرقها أو تجاوزها مثل ما حصل في السنوات السابقة لو ضعب العالم تتصاعد وتتأزم وإحنا حايرين بالمناكفات والصراعات السياسية والكتل السياسية كما يبدو غير مهتمة بالنتاج اللي يدفع ثمنها المواطن أبسط مثال اليوم بعض السلع الغدائية صار سعرها ضعفياً بينما سالفة تشكيل الحكومة الله أعلم إحنا اليوم تم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من جديد وبعدها حسم أمر المرشحين النهائي ووراها يلا يختاروا الرئيس الجمهورية واللي يبدو هو بدوره يكلف الكتلة الأكبر لترشيح رئيس الوزراء وهذه معضلة أخرى واللي يشوفها البعض عملية معقدة وعسيرة بينما البعض الآخر يعتقد أن رئيس الجمهورية والكتلة الأكبر رح يجن بسلة واحدة شلون؟ كل هذا أكثر بحديثي لهذه الليلة من حديث بغداد لكن شوف هذا التقرير؟ وأرجع لكم